موسيقى أهلا بكم مشاهدينا في لقاء خاص لهذا الأسبوع سوف نخصصه للحديث أكثر عن أدطورات في قطاع صناعة الكابلات وتحديدا هذه المرة سوف نخصصه للحديث مع الرئيسة التنفيذية لشركة الكابلات العمانية الشينيزيا فاريزي أهلا بك معنا على شاشة ين بي سي عربية يعني دعينا بداية نتحدث عن أداء الشركة على مدار العام 2022 لو مقررناه ب2021 وتحديدا بعد الخروج من جائحة كورونا والصعوبات التي مر بها القطاع فعليا نذاك مساء الخير أولا شكرا على استضافتي وعلى استضافة الكابلات العمانية أقدر ذلك خلال عام 2022 كان عاما جيدا جدا بالنسبة للكابلات العمانية مقارنة بعام 2021 حيث كانت بيئة صعبة جدا في عام 2022 لم يكن هناك حرب على المستوى العالمية الضخم لم يكن بأرقم مزدوجة كما حدث في العديد من العام وأيضا هناك الكثير من المشكلات التعلقة بالمواد الخام وعلى الرغم من هذه التحديات كنا قادرين على إغلاق العام بأداء جيد جدا وكان هناك نمو بحوالي 87% على أساس سنوي فيما تعلق بالأرباح السنوية يعني شليزيا ربما المستثمر كذلك يوم ينظر إلى الأرباح وأرباح الشركة والتي حققتها على مدى الفترة الماضية كذلك هناك النظر إلى التوزيعات النقدية الآن هل هناك توجهات في السياسة التوزيعات الخاصة بكم خلال هذه الفترة وما هي نية توجهات الشركة فعليا لهذا الملف لدينا اهتمام قوي جدا لكل الجوانب قطعا فيما تعلق بنتائجنا نحن مدفوعين بالدعم التشغيلي القوي لدينا وأيضا بسبب التركيز الكبير على النواحي المالية والسياسات المالية والاستراتيجية المالية للشركة نحن حتى مدفوعين بهذا الجانب المالي ولدينا شركة مدرجة ونحن جزء من مجموعة كبيرة وضخمة مدرجة إذن علينا أن تخيل أنه بالنسبة لنا لدينا انضباط مالي كبير وهذا على رأس القائمة لدينا ولكن هذا حقيقي أن هذه النتائج مدفوعة أيضا بالابتكار والنمو المستمر والنمو المستدام والإلاء إلى المشروعات المهمة والتي قمنا بتنفيذها في نهاية عام 2021 وهذا مشروع كبير بالنسبة للمنطقة فيما تعلق بالتوسع الجغرافي والتطوير الكبير فيما تعلق بالمنتجات الجديدة وأيضا الخطة للنواحي المستدامة للشركة وذلك حتى نقترب من أنشطتنا ليس من الناحية الاقتصادية والمالية فحسب ولكن على اعتبار هذه الدعمات الجديدة حيث أن هناك طموحات اجتماعية وتتعلق بالناحية المناخية والبيئية أيضا يعني ربما أشرت لهذه التوجهات الآن التي تعمل عليها الشركة نتحدث أكثر عن داخلية الشركة الاتفاقيات الآن التي يتم توقيعها أو نية توقيعها سواء مع الجهات الحكومية أو بالنسبة للقطاع الخاص داخل السلطنة نحن شركة متنوعة جدا فيما تعلق بالخدمات والمنتجات ونستوعب خاب كافة القطاعات من الاقتصاد إذن نحن نعلم أن وجودنا كان أساسي وسوف نستمر في أن نكون مهمين لدولة عمان ولكن أيضا المنطقة بأكملها على الرغم من أننا نشارك في جميع المشروعات المهمة داخل البلاد وفي المنطقة وفي القطاعات بدءا من النفط والغاز إلى قطاع المرافق إلى تعزيز الشبكات وأيضا هذه بعض القطاعات فقط ولكن أيضا نحن جزء كبير من مشروع ضخم لدينا في هذا الوقت وسيعزز تواجدنا في المنطقة وأيضا سيجعلنا مركزا متميزا للأعمال المتجددة حيث سنعمل في الكثير من الطاقة طاقة الرياح والطاقة الشمسية وهذا جزء كبير من عملنا يعني ربما هذا التوجه الذي نشهده من قبل العديد من الدول وحتى الشركات فعليا وتوجه نحو طاقة نظيفة الآن حجم الاستثمارات التي خصصتها ربما شركة الكابلات العمانية لهذه المشاريع لأعطينا أرقام عن الخطة الاستثمارية لهذه المشاريع سواء القائمة حاليا أو حتى ربما المستقبلية التي تقومون بها في هذه الفترة لدينا خطة استثمارية مستمرة والمدفوعة بصفة أساسية بالتنوع إذن عادة على سبيل المثال عندما نتحدث حول مركز تميز بالنسبة للطاقة المتجددة قمنا بتأسيس عدد من الأمور التي ننوي أن نقوم بتطويرها في الشركة ونسع إلى ترجمة ذلك بالشكل تدريجي يا صعوب الحديث عن مبلغ محدد فنحن نكشف عن الأرقام في السوق المالية ولكن هذا حقيقي أن لدينا أيضا بعد المشروعات والفرص مثيرة الاهتمام والتي نكملها وتكمل طموحاتنا وهو الطموح بالنمو المستدام طيب ربما ما هي القنوات المالية أو تمويل كيف تمويلون هذه المشاريع في الوقت الراهن انتحدثنا ربما عن محفظة القروض الخاصة بالكبلات العمانية كذلك في هذه الفترة لقد بدأت بالقول بأننا مدفوعين باستراتيجية تجارية ومقاربة استراتيجية قوية وأيضا بالانضباطات المالية الصارمة وهذا موجود في نتائجنا فيما تعلق بالناحية المالية لدينا الفرصة بأن نقوم بالتمويل معظم أجزاء الإستثمارات الجديدة بأنفسنا طيب يعني ربما أشرت إلى أن هذه التمويلات تكون عن طريقكم الخاصة أو عن الطرق الخاصة بكم يعني لو نتحدث أكثر عن الوضع المالي للشركة خلال هذه الفترة يمكننا أن نرى ببساطة أن عام 2022 كان عاما جيدا جدا أيضا فيما يتعلق بالنتائج المالية إذن نحن نتطور ونتقدم ليس فقط على المستوى الاقتصادي ولكن على المستوى المالي لدينا محفظة نقدية جيدة جدا هذه مقاربتنا لنتمكن من أن ننقل إلى السوق جزء من هذه الأسعار الخاصة بالمواد الخام إلى السوق نحن لدينا انضباط مالي قوي وصارم يعني هل بالإمكان يعني سيدة سينزيا إعطائنا بعض الأرقام فيما يخص القاعدة النقدية الخاصة بالشركة نعم لقد وصلنا في نهاية عام 2022 حوالي 400 مليون ريال عماني فيما تعلق بالنقد يعني ربما تحدثنا عن التوجهات وهذه المشاريع داخل السلطنة هل هناك نية للشركة للتوسع في الخارج سواء في المنطقة أو حتى يعني بعيدا عن المنطقة دول أجنبية أخرى يعني تستهدفونها من حيث النمو وربما نتحدثنا عن هذه التوجهات والتوسع فعليا في هذا المجال والقطاع تحديدا لدينا قاعدة جيدة جدا اليوم نحن مصدر لتسعة وثلاثين دولة في العالم إذن نحن بكل ثقة ندخل ونوجه تركيزنا إلى التوسع وذلك بعد الرؤية الخاصة بعام الفين واربعين للبلاد ونحن نقوم بالعمل في قطاعات مختلفة إذن قطعا نحن جزء من مجموعة ضخمة فمعظم تدفقاتنا هي تدفقات خارجية إذن في هذه اللحظة على سبيل المثال نقوم بالتصدير من الأرجنتين إلى أستراليا وحول جميع أنحاء العالم ونحن نصر على زيادة اختراقنا إلى الكثير من الأسواق الجغرافية والتي تهتم بعملنا وتهتم بتوسعنا مثل التركيز الكبير الذي لدينا في هذه اللحظة على منطقة الشرق الأوسط بأكملها من أفريقيا إلى الهند أيضا كانت لديكم خطة الوصول بصافة انبعاثات كربونية صفرية بحلول العام الفين وخمسين الآن العمل على هذه الخطة ربما قد يكلف الشركة المزيد من التكنولوجيا الحديثة وغيرها من الاستثمارات اليوم أين وصلت فعليا شركة الكبيرات في هذه الخطة للوصول بصفر انبعاثات كربونية وهذا التوجه العالمي الذي نشهده فعليا من قبل الدول والشركات تجزء من مشروعنا الخاص بالتوجه نحو الاستدامة نحن جزء من مجموعة بريزميسيان وأيضا لدينا الكثير من مؤشرات الأداء المهمة التي نبغي ونلبيها سنويا حتى نصل إلى الأهداف الأخيرة وهي انبعاثات صفرية بحلول عام الفين وخمسين في هذه الحالة أيضا نحن نتماشى مع السياسة السلطنة وأيضا نرغب في التعاون فيما يتعلق بهذه الأهداف لدينا خطة مهمة جدا خطة لأنواح البيئية ونحن لدينا صفارة للاستدامة ومنذ عام 2021 بدأنا مجموعة من المشروعات التي تتعلق بالأهداف التي ينبغي وأن نحققها على أساس شهري وليس على أساس سنوي والتي تتعلق بمؤشرات الأداء ولدينا أيضا لجنة توجيه والتي تقوم بمراقبة كل المشروعات التي تتم حتى نقوم بمرافقة النمو والمستدام مع تحقيق أهدافنا لدينا طموة يتعلق بالمناخ وهذا جزء من خطتنا بالإيجي ونحن نصر على تحقيق هذه الأهداف داخل خطتنا علاوة على ذلك ربما نشهد أيضا أن لدينا نصيغ التقافة ونقوم بالسياغة أيضا القادة المستدامين للغد وأيضا ذلك في سلطنة عمان ولدينا أيضا أكاديمية والتي تدعم مجموعتنا إذن نقوم بالسياغة خلال الأشهر القادمة 30 ألف شخص حول العالم الذين يتون إلى عمان ونرغب من أن تكون هذه الأكاديمية المستدامة في عمان أن تكون للعالم أجمع ليس لعمان فقط إذن أعتقد أنه حتى نقوم بتحقيق هذه الأهداف الطموحة جدا لا نحتاج فقط إلى مشروعات ولكن إلى أشخاص يركزون على الاستدامة ولذلك قررنا أن نقوم بسياغة هذه اللحظة المهمة والتي تظهر مقارباتنا العالمية فيما يتعلق بالتدريب وفيما يتعلق بنقل المعارف ليس فقط المعارف التكنولوجية شينزيا فريزي أنت رئيسة فيدي لشركة الكابلات العمانية شكرا على تواجدك معنا ومشاهدين بهذا نأتي لنهاية مقابلتنا الخاصة لهذا الأسبوع التي خصصناها للحديث عن توجهات شركة الكابلات العمانية وتحديدا بالنسبة لما يخص توجه نحو طاقة نظيفة وكذلك المشروع والتوقعات النمو لهذا القطاع في العالم خلال الفترة المقبلة نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة